ازايكم يا اجمل متابعين في الدنيا وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت جاية وجايبالكم النهاردة قصة جميلة ومتميزة جدا انا متأكدة انها اتعجبكم لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه قصة النهاردة بقلم الكاتبة المبدعة المتميزة روني محمد وقفت نيرا تبص في المراية بفخر وقالت انا كده بالشكل ده لو ابويا نفسه شافني مش هيعرفني ردتني هل صاحبتها وقالت انتي متأكدة من اللي انتي هتعمليه ده قلبي بيقول لي بلاش وافتكري اني قلتلك بلاش لا طبعا متأكدة انتي مفكر اني ممكن اسيبه يروح من ايدي لا ده يبقى مستحيل وفريدي انه طلع مرتبط خاطب متجوز بيحب يا ستي ايه هتعملي ايه وقتها مرتبط على نفسه مش علي انا وبعدين الراجل طالما ملبسش الدبلة في الشمال يبقى لسه فيه امل طب استني انا كمان هاجي معاك ما هو مش معقول هاسيبك تدخلي مكان زي ده لوحدك لا المرة دي انتي مش هتنفعي انا هروح لوحدي مش لازم تظهري معايا كل مرة نيرا كانت هتمشي ونهال مسكت ايديها وقالت نيرو انتي متأكدة من اللي انتي هتعمليه انتي محاسساني اني رايحة حارب انا رايحة اشوف حب عمري علشان بعد كده لما نتجوز تبقى تفكريني بالايام دي نيرا خلصت كلامها ومشيت اعرفكم بنيرا السنهوري الشهيرة بنيرو بنت دلوعة وحيدة باباها صاحبتها الوحيدة نهال نيرا عيشة قصة حب من طرف واحد اللي بدأت على الطيارة اللي كانت راجع من لندن لما شافته اول مرة وخطف قلبها من وقتها وهي بتحاول تلفت نظره لكن هو مش شايفها خالص فضلت وراء لغاية ما عرفت انه رجل اعمال واسمه عزي الفيومي ومن وقتها وهي بترقبه طول الوقت وقررت انها هتخليه حبها حتى لو بالاكبار وبعد وقت وقفت التاكسي عند المكان المطلوب ونزلت نيرا وهي بتبص اللي يفطل المكتوب عليها مالها ليلي لبست نظرت الشمس ودخلت وهي مترددة فكرت كتير ترجع لما بدأت تشوف المكان من جوه لغاية ما تفجأت بيه قاعد على واحدة من التربيزات اختار التربيزة مش بعيدة عنه وقاعدت عليها وهي بتحاول طول الوقت ترقبه وترقب تصرفاته وعلى تربيزة عز كان عز بيبص حواليه بقرف وقال بقى هو ملقاش للمكان المقرف ده علشان نيجي ونمضي العقود يا عم فكها شوية هو يبقى في الشغل وهنا شايف البنات اللي زي الفراولة بقولك ايه من جيب بنتين يعودوا معانا وهم يضطروا القاعدة شوية اه ده في المشمش بقولك ايه كلم الراجل ده لو هيتأخر انا همشي انا مليش في الجو ده هقوم مليك في ايه هه انا من وقت معرفتك وما فيش انسة دخلت حياتك فهمني بس انت طبيعي لا صناعي يا خفيف هو علشان بخاف ربنا وماشي عادي لابقى مش طبيعي اخلص اقوم كلم الزفت ده وشوفه فين وإلا هلغي الشراكة بيننا ويبقى يدور على شريك تاني لو على ايه هروح اكلمه هيمكن لما رجع على ايه غيرت رأيك وشفت مزة لونة كده تقعد معنا عزي بصله بشر ومعتز اخد تليفونه وطلع يتكلم فيه برا المكان عزي الفايومي رجل اعمال جد جدا ماشي على الطريق المستقيم مفيش اي بنت قدرت تقطحم حياته هو كمان ما فكرش ولا مرة انه يرتبط كل حياته هي الشغل وبس عايش مع والدته فريدة هانم حاولت معاه كتير انه يرتبط ويتجوز ولكنه رفض الفكرة تماما وعلى ترابيز اتنيره جه الشاب وقعد جنبه وقال الشمس باين عليها النهارده جنبه قوي اه فعلا انا استنى انت ملك اصلا وايه اللي قعدك كده يلا امشي من هنا انا مش فضيالك انا لقيتك قعدة لوحدك قلت ايجا سليكي شكله خلع ومجاش بصي اعتبريني مكانه هو مين ده اللي مجاش بقولك ايه من فضلك يا محترم يمشي من ترابيزتي انا بحب اقعد في هدوء الشاب بضحك وقال محترم ومن فضلك لا انت باين عليك لسه جديدة فكار بقولك ايه تاخدي كم في الساعة الساعة ايه انا مش ببيع ساعات هو الراجل ده متخلف ولا ايه طب بتاخدي كم في الليلة نيرا حطيت ايديها على بقها لما فهمت قصده وضربته بالشنطة بتاعتها وقالت اه يا قليل الادب يا منحل يا سفستائي يا عديم الانسانية انت فكرني ايه لا انا واحدة محترمة وبنت ناس كمان تمام خلاص انا عرفت انت عاوزة ايه لو عاوزة بالدولار اغيرلك عملة عادي بصت له نيرا بغيز وقالت له وكمان خاين وعمل له دولار وربنا ما هسيبك نيرا بصت على تربيزة عز ولقيته اختفى بصت للشاب اللي واقف قصدها بشر وقالت عجبك كده اهو ماشي ضيعت علي اليوم وانا اللي مكلفة وحتى بروكة ومكياج انا بقى هندمك اللي عملته ده الشاب بصت لها بخوف وقال بصي اعتبر انك ما شفتنيش وانا خلاص همشي تمشي ده انا هخليك تمشي وانت نايم انت انفكرني بنت سيكي ميكي ولا ايه ده انا نيرو السنهوري نيرو ايه يعني بتكلي العيال ولا بتعملي ايه نيرا بصت له بشر وقالت لا هخليك تحلم بيا حتى وانت صاحي وبعد وقت قعدت نيرا مع نهال وقالت يلا اهو يعيني بعد اللي حصل فيه مش هيفكر يدخل كبريهات تاني اعتقد انه هيتوب مفترية طول عمرك سيبك من الشاب ده وقليلي عزة عملتي معا ايه هو انا لحقت اشوفه ما هو الشاب ابن اللي زينة ده جه وعطلني انا كنت هموت وعرف ايه اللي وده هناك هو السوق بتاعه اللي بينقلك الاخبار ما قالكيش السبب لا ما يعرفش هو سمعه بيتكلم في التليفون وبيقول انه هيقابل واحد في المكان ده وبس كده حظك وحش يعني حتى ما روحتيش اتكلمتي معاه ولا عرفتي بنفسك ما تدانيش فرصة ده زي ما يكون ما صدق خلاص بقى ما تفكرنيش انا لازم اشوف حل تاني ما تصريفي نظر بقى وسيبك منه انت نيرو السنهوري في مليون شاب يتمنى نظرة منك بس انا بقى ما بحبش غير واحد عزه بس ومش هتجوز غيره هه انا خلاص سستنت حياتي عليه هو انه ابو بقى لميس ويحيى مين لميس ويحيى دول عيالي انا وحب عمري عز طبعا ربنا يكملك بعقلك لا حول ولا قوة الا بالله البيت يعني عقلها خلاص بقى في زمت الله وفي بيت عز الفيومي قعدت فريدة والدته على الصفرة وقالت انت بس لو تريح قلبي وتوافق تشوفها صدقني يا عز دي البنت ازاي الامر وتعليم عالي وبنت عيلة وقطعها عز وقال لها حتى لو بنت مين انا مش هتجوز بالطريقة دي انت شايفاني عيل قدامك بتختاريله لعبة يا ابني يا حبيبي العمر بيجري وانا نفسي افرح بيك واشوف عيالك ان شاء الله هتشوفيهم بس في الوقت المناسب لما لقي البنت اللي انا عاوزها هقولك عليها طب طميني في حد في حياتك معجب بحد يعني عطاهم دخول معتز اللي جه وقعد على الصفرة ياكل وقال اتطميني عدو المرأة دا لا يمكن يتجوز ابدا دا مفيش انسة واحدة بيبتسم في وشها هانت ايه اللي جابك هم وبعدين مين عزم عليك تعد تاكل انا جاي عشان في رهانة من الامر دي هي اللي عزمني على العشاء ملكش انت دعوة بقولك ايه ملكش دعوة بومي ماشي انا بحذرك وبلشت قولها فري اسمها فريدة هانم بصلها معتز بحب وقال ايه رأيك اقولك فريدة هانم ولا فري احسن اللي انت عاوز يا حبيبي انت غلوتك من غلوة عز عندي ياريته كان زيك كده وبيسمع كلامي وقف عزي بعد ما نفخ بديق وقال انا طالع قد تنام وانت خلص اكلك وروح ماشي على الله تتأخر الصبح على الشغل عزي كان هيمشي بس معتز راح ورا وقال له هاستنى هتعمل ايه مع الرجل اللي مشيت وسبته ده ده كلمني وزعلان قوي هقول له يتفلق ولو عايز الشراكة دي التم يبقى يجي يمضي العقد في المكتب مع المحامي انا مبروحش الكبريهات دي خلص عزي كلامه وطلع قطه ومعتز بصل فريدة وقال عجبك ابنك اللي مطفش لنا نص العمله ده بسبب دماغه اللي شبه الحجر دي وبعد يومين في واحدة من الكافيهات دخلت نايرة وهي بتدور على مكان نهال وقربت منها وقالت جاي بالك خبر يسوى مليون جنيه لا مليون ايه اكتر بكتير يبقى اكيد بخصوص عز اعودي وقولي عرفتي ايه عنه عز عاوز واحدة تشتغل عنده وانا بصراحة فكرت وقلت ان دي احسن وظيفة تخليني قريبة منه طول الوقت تشتغل عنده ازاي يعني انا مش فاهمة اه تقصدي سيكرتيرا بصراحة كده هو عاوز واحدة تشتغل خدامة وانا وفقت لا انت اكيد بتهزري بقى نيرو السنهوري ده اللوية بابي ومامي هتروح تشتغل اما في بيت عز الفيومي اكيد دي كتبة ابريل بصي فكري كده انا بقالي كم شهر بجري وراه وبحاول الف تنظره والبعد لوح ما بيشوفش فانا قررت اكتحم حياته تقومي تشتغلي خدامة لا مش قادرة اتصور بصراحة حاسة اني بحلم سيكا بصي انا فكرت ولاقيت ان ده الحل المناسب بابي مسافر الفترة دي ومامي مشغولة وانا هروح واشتغل في بيته وحاول اتقرب منه اعرف بيحب ايه وبيكره ايه وكده وفريدي اكتشف الحقيقة هتعملي ايه ساعتها طب ما يكتشف على الاقل في الاخر يارف اني بحبه اتنانك ده هيوصلك لحتة مش تمام مش قادرة وفقك على حاجة زي دي مش مهمة وفقي المهم ان انا مقتنع بالقرار ده مية في المية وبعد كان يوم في شركة معتز دخل السواق ومع النايرة وقال هي دي البنت اللي قلتلك عليها انا وصلك من امانتها وفيها كل المواصفات اللي حضرتك طلقتها تمام روح انت وانا هتكلم معاها واشوف تنفع ولا لأ السواق خرج واز وقف يبص النايرة من فوق لتحت وقال غريبة يعني شكلك ما يدلش ابدا انك تنفعي خدامة هو يعني مكتوب على وشي بص انت جربني ومش هتزعل ابدا تعرفي تعملي كل حاجة في البيت انا بحب النظام وكل حاجة تبقى في مكانها وكمان والدتي ما بتحبش الاهمال اه انت جيت في ملعبي النظام والترتيب دول يا بيتي انا حتى بابي كان بيقول علي المنظمة راحة المنظمة جات بصلها عز بشك وقال بابي ومنظمة انت خريجت ايه بالزبط الجامعة الامريكية بص مش معنى اني هبقى خدامة وكده واني تعليم عالي هبقى مبهدلة لا اصلا محدش بيشتغل بشهادته اول مرة اشوف خدامة مثقفة شكلك مكافحة عموما عجبتيني اعتبري نفسك خلاص اشتغلتي وقفت نهيرة اتنطت وقالت يس واخيرا حلم حياتي هيتحقق اتصدم عز من ردة فعلها ولكن هي حاول اتبان عادي وقال ودلوقتي تفضلي السواء هياخذك يوصلك البيت وتقابلي فريدة هانم والدتي نييرة راحة البيت وقابلت فريدة اللي كانت معجبة بيها وقالت اول مرة بنت تيجي تشتغل معنا هنا وتبقى كده شكلك مصقفة وبنت ناس مش لايق عليكي ابدا البهدلة اه والله يا تنت هاكل العيش بقى والظروف هي اللي بتحكم هاصل انا امي مطلقة وبجري على اخواتي الايتام مطلقة واخواتك ايتام ازاي يعني مش فاهمة هاصل هاا اصل بابي طلق مامي هاقبل ما يموت واساب اخواتي ايتام هاا فهمت طب عموما انا هسيب البيت فامانتك اسبوع لازم اسافر فيه اسكندرية ازور اختي وتسيبيني لوحدي طب ده انا حبيتك خالص طب ما تاخديني معاكي ضحكت فريدة وقالت لا مش للدرجات دي مش معنى اني بعملك كويس خلاص تتدلعي وتهملي شغلك اللي جاي علشانه انا هطلع غير هدومي وحضر الشنطة ومن بكرة هتبقى انتي المسؤولة عن كل حاجة في البيت ده خلصت فريدة كلامها ومشيت ونايرة قالت انتي احا مكيوت وامر بس قلبتك وحشة برضو مهما كان الحمى ما تحبش مرات ابنها بس يلا كله هنا علشان خطرك يا عز وتاني يوم قاعد عز على ترابيسة السفرة وقال ايه ده خضر وفاكهة صندوتشات انا عاوز غدا فين الغدا ماهو 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 بصراحة وانا بعمل الاكل تحرق مني وملحيتش اعمل حاجة جديدة نفخ عز بديق وقال ولما انتي تزفتي بواست الاكل ما اتصلتيش بيا ليه اجيب اكل وانا راجع ولا كنت اتغديت برا نيرها عياطة وعز صايبت عليه وقال طب خلاص يا ستي ما تزعليش ولما انتي ما بتعرفيش تطبخي ما قلتيش ليه كنت اكلت برا ما ساحت نيرها دماغة وقالت انا ست بيت شطرة بس انا محدش مديني فرصة كان نفسي من زمن اخد فرصتي والدتك قبل ما تمشي وصتني على اكلك وانا كان نفسي احافظ على وصيتها وانتي جاية تاخد الفرصة هنا عموما بصي انا هبقى اكل برا وما تشغيلش بالك بوصية ماما ولما ترجع هي تبقى تطبخ لا طبعا وصحتك كله لكده وانا روحت فين هقوعدك ان من بكرة هتشوف نيرو دي حاجة تانية خالص في البنية مصرية جدع كمان بس انت ديني فرصتي نيرو مين انتي هتجيبي واحدة تانية تشتغل معاك لأ نيرو دي انا اصلهم بيدلعوني وبيقوليلي يا نيرو عزي خلص اكله وراح قطه ونيرا خلصت شغلها ورجعت البيت كانتني هلمس تانيها وقالت طب منيني السنرة بدأت تغمز ولا كل درح عالفادي نيرا قعدت وقالت بهيام علي حنية ما شفتهاش في كائن حي ماشي على الارض يا سلام وده من ايه بقى ان شاء الله ولا رقته ولا عيونه دول بقى سحر تاني خالص بيت يانهال انا لو ما تجوزتوش هخلص عليك وعليه وعلى حسن ابن خلتي وحسن مالو بقى ان شاء الله عشان حسنه سبب النحس اللي موجود في حياتي كان طول الوقت يقولي يا فقرية سيبك دلوقتي وقوليلي يعني هو ما شكش فيكي كده ولا كده اصلك شكلك بنت ناس قوي يشك دقيق يا بنتي ده انا خدمة خدمة يعني ولا الفلبنيات نيرو السنهوري فلبنية اشك والله انك بتعرف تعملي حاجة بس خليني وراك للنهاية بكرة تشوفي سلم المجد بيبدأ بخطوة وانا مش هسيبه غير لما خليه حبني زي ما انا بحبه وفي شركة عز قعد عزة على مكتبه وقال بقولك يا معتز البنت اللي انت جبتهالي تشتغل دي غريبة قوي دي زي ما تكون بنت ناس ده ناقص انا اللي اشتغل عندها يا عم عشان تعرف اني جايبها لك على الفرازة وبعدين السواء ما اكد لنها كويسة ادعيلي بقى ادعيلك ايه ده انا بادعي عليه ما فيش حاجة بطلبها منها وتطلع بتعرف تعملها دي حتى ما بتعرفش تعمل كوباية شاي طب بسيطة اطردها وجيب غيرها ولا اقولك هتهالي انا انا اصلا مستخسرها فيك ده بعينك البنت محترمة ملهاش في الشمال وبعدين المشكلة انها صعبان علي كل ما اكلمها كلمتين تعيط انا بفكر اجيب واحدة تخدمي وتخدمها معتز دحك وقال يا حنين وده من امت التعاطف ده انا اول مرة حس ان عندك قلبي وبتحس زينا حدف وعز بالقلم وقال هاطلع برا انا غلطانيني بتكلم معاك انت اصلا متستهلش انا مش عارف انا مصاحبك على ايه يا عم انا غلطان انا همشي اصلا اصلا عندي مقابلة بعد نص ساعة مع مزة انما ايه ساروخ حاجة كده تقفيل برا طب امشي من وشي بدل ما خليك تروح لها متجبس ولا تنفع برا ولا جوه معتز خاف منه وجيلي بسرعة وسبو ومشي بص عز في ساعة وقال كده يا دوبة روح اتغدى وغير عدومي وانزل قابل وكيل الشركة الايطالية يا طرى ناير عمل اتأكل والطلب جاهز وخلاص قرر عز ان يرجع البيت يشوف بنفسه ولما وصل اتفاجئ لما لقى الصفرة مليانة اكل وشكله يفتح النفس قاعد عز على الصفرة وقال ايه ده الاكل المراضي حلو قوي مش معقول انت اللي عملت كل الاكل ده ابتسمت نايرة بفخر وقالت علشان تعرف بس اللي بيصبر ينول في الاخر انت تؤمر وانا علي نفذ ماشي طيب عقبال ماكل ياريت تطلعي الامصان بتاعتي وتبعتيها للمكوى وقول له ما يتأخرش مكوى وانا موجودة ده حتى تبقى عيب سبهم علي انت بتعرفي تيكوي طب ما بلاش الامصان دي غالية ولو واحد بس اتحرق انا مش هسمي عليك عيب يا باش مهندس انت هتغلط ولا ايه انا اصلا بابي كان مكواجي يعني شربة صنع قبا عن جد بصلها عز بقلق وقال لما نشوف عموما انا خلصش بعد هروح اغير هدومي وهمش دلوقتي ومش راجع غرب الليل تروح وتيجي بألف سلامة عز خلص كلامه ومشي ونيره بصت للأكل وقالت لما تكلم البت نهال واقول له ان عجبه أكله مفاروق وخليها تتفق معها تبعات للأكل من عندها كل يوم وفي اسكندرية فاريدة كانت قادمة صاحبتها جيجي اللي ما شافتهاش من سنين فاريدة مسكت التليفون وقالت بصدمة متأكدا نديت بأنيرو السنهوري بنتك ايوة بنتي الوحيدة هي دلوقتي في القاهرة أول ما نرجع هعرفك عليها بس دي شبه الخدامة اللي عز جابها تشتغل عندنا في البيت غريبة دي حتى كمان اسمها نيرا خدامت ايه لأ طبعا بنتي نيرو خريجة الجامعة الأمريكية بنتي السنهوري هتشتغل خدامة مانا قلت كده برضو مش معقول أكيد صدفة ولا يمكن أنا بيتها يقلي عموما لما نرجع الكاهرة لازم تعرفيني عليها شور من زمن وانا نفسي أشوفك بس انت عارفة الشغل بقى واخد كل وقت ابتسمت فريدة وقالت عارفة لو الناس بدتم وعز تجوز نيرو بنتك وقتها أكيد هنشوف بعض كتير أكيد يشرفني ان بنتي تتجوز عز ان شاء الله أول ما نرجع الكاهرة ندبر معاد ونخليهم يتقابله وعند نيرا اللي كانت بتكلم نيهال في التليفون وقالت نيهال انت لازم تجي دلوقتي بسرعة في حاجة مهمة عوزك تساعديني فيها حاجة ايه تاني ما احنا حالينا مشكلة الأكل ومفارقة تبعتلك اللي انت عاوزاكل اليوم بصراحة كده المكوى انا اتفقت مع عز حبيبي هكوي لهدومه تكوي ايه انت تعرفي شكل المكوى أصلا وبعدين فريدي تحرقه انا عملت السرش على جوجل وعرفت ازاي تعالي بس علشان تساعديني اف ما توديهم لمكواجي يا ستي هو يعني بخل الدرجات دي ما هو بصراحة كان فعلا هيوديهم للمكواجي بس انا بقى اللي رفضت عاوز اثبت له اني ستي بيت شطرة وكملة من مجميعه وهي مفاروق ماينفعش تيجي تكويهم رفعت ايدي للسماء ودعيت عليكي هيش في الكلاب ويدوري كي نيرا يا بنت السنهوري فاتت الأيام ونيرا كانت بتحاول تظهر قدام عز بالمثالية لدرجة انها كانت بتجيب ناس يساعدوها في شغل البيت أثناء غيابه وطبعا كل ده بمساعدة نهال اللي كانت بتشد في شعرها أما فريدة فرجعت من السفر وكانت متفقة مع جيجي ازاي يدبروا معاد علشان عز ونيرو يتقابلوا ببعض وفي بيت نيرا رجعت نيرا من بره بعد يوم طويل من الشغل كانت مرهقة ورايحة قدوتها تنام انتبهت على صوت والدتها جيجي اللي قالت كده يا نيرو تليفونك طول النهار مقفول لولا نهال هي اللي طمنيتني عليكي سوري يا مامي هقص له فصل شحن حمد الله على السلامة انت رجعتي امتى رجعت النهاردة بعد الظهر قوليلي عاملة ايه وبتقضي يومك ازاي مفيش انت عارفة ما بين النادي وصحابي وكده المهمة انا هلكانة وعاوز انام خلينا نتكلم بعدين نيرا كانت رايحة قدوتها بس جيجي قالت لا استني فيه موضوع عاوز اتكلم معك فيه موضوع ايه ده انا بجد تعبانة خلينا بكرة او اقولك نبقى نتكلم في التليفون مسكت جيجي ادها واخدتها وقعد وقالت فيه عريس متقدملك انما ايه شاب كده يجنم بصراحة لما سمعت عنه وعن شخصيته او جبت بيه قوي وقطيتها نيرا لما وقفت وقالت بعصبية هو انا قلت ميت مرة ان انا مش هتجوز بالطريقة دي انا مش صفقة من صفقات الشغل بتاعتكم انت وبابي خلصت نيرا كلامها ورجعت على قضتها وجيجي كانت وقفة مصدومة وقالت البنت دي جرالها ايه دي عمرها ما كلمتني كده وبعد يومين نيرا راح اتقابل نهال وقالت اخدت اجازة زي ما اتفقنا مامي اليومين دول مركزة معايا قوي وكل يوم تسألني كنت فين ورجع منين كويس انك عملت كده هي برضو بقت بتتصل بيه وتسألني عنك ولما قلها انك في النادي او في اي مكان تستغرب اني مش معاكي انا بقى اخدت الاجازة وهقعد الفترة دي في البيت منها استريح ومنها برضو خليها ما تشكش في حاجة وهي كده كده يومين وهتلاقيها مسافرة عندها شغل طيب تمام طنت وحالينا مشكلتها طب وانتي ايه مفيش جديد بينك وبين عز ابتسمت نيرا وقالت بصراحة كده انا بقيت احس انه بدأ يهتم بيا ده من كم يوم لقيت وجايب لهدية وهو راجع واو هدية مرة واحدة وايه بقى الهدية دي جاب لي مريالة مطبخ وجوانتي قال لي علشان ايديك متتحرقش صبرني يا رب هي دي الهدية هي بنتي فهمي اللي زي عز ده شكل عمره ما يحب ابدا ايش فهمك انتي طب عز ده بقى رومانسي جدا وبدأ يحبني ها وبكرة تشوفي وتاني يوم قعد عز في المطعم مع فريدة وقال انا مش عارف ايه لازمتها بس ما احنا كنا قعدنا في البيت وطلبنا الاكل جالنا لغاية عندنا كده يا عز يعني مستخسر فيها تقعد معايا ساعة واحدة انا نفسي من زمان اخرج معاك يا ماما مش قصدي انا بس علشان كنتي عموما يلا خلينا نطلب الاكل لا 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 استنى انا مش جعينا بص خلينا نشرب حاجة الاول وبعدين بقى نطلب الاكل بعد شوية عز استغرب ولكن في النهاية نفذ اللي هي عوزاه وقدام المطعم ركنت نيرها العربية ونزلت وقفت قدام جيجي وقالت اشمعنا يعني المطعم ده ما احنا متعودين ناكل في النادي علشان المكان ده هادي ورومانسي وانا بقى سمعت انه بيعمل اكل تحفة واو جيجي سنهوري تغيرت وبقت بتحب الاكل امالي الضايت والاكل الصحي اللي كل يوم تكلميني عنه راح فين جيجي توطرت وقالت ما هو ما حصلش حاجة لما نبوز القعدة يوم وبعدين انا حبيت النهاردة نبقى مع بعض البنت مع مامتها ماشي عموما خلينا ندخل ونشوف اكلهم حلوة فعلا ولا لأ دخلت نيرها وجيجي وكانت بتدور على تربيزة فريدة اللي شورت لها من بعيد وجيجي قالت ده فيه واحدة صحبتي قعدة هناك هي تعال نسلم عليها يو يا مامي وده وقت صحباتك دول بيبقوا لك كاكين قوي ما تروح انت تسليمي عليها وانا هو ده استناكي هنا لا ايب كده تقول علينا ايه تعالي بس معايا جيجي مسكت ايديها وراحوا لتربيزة فريدة وعز وجيجي وقفت قدامهم وقالت اعرفكم ببنتي نيرا السنهوري عز وفريدة رفعوا وشهم واتفاجأوا لما شافوا نيرا وقفة قدامهم وبعد كم ساعة نيرا كانت قاعدة تعيط ونهال قاعدة جنبها وقالت اهدي طيب وقليلي ايه اللي حصل كل حاجة بازت عز وقف قدامي وقال انت كدبة ومخدعة تخيالي مفكر ان عملت كده علشان بس اخدعه واجدب عليه مش مصدق اني حبيته بجد بقى بعد ده كله ما قدرش اللي انت عملتيه علشانه تصدق بايه خسارة فيه الحب اللي حبيتهوله نهال انا بحبه قوي مش عاوز اسيبه انا قطعتها نيرا وقالت فوقي فوقي بقى يا نيرا وما تنسيش انت مين وبنت مين هو المفروض يجري وراك ويتحيل عليك بس هو مش هيعمل كده هو مش بيحبني يبقى خلاص ده ما ينفعش انا وفقتك في الجنان اللي قبل كده انما دلوقتي بعد ما عارف كل حاجة وانك بتحبيه يبقى خلاص الاختيار ليه يعني ايه حتى الحب اللي حبيتهوله ما يستهلش الحب ده صدقيني لو كان يستاهل كان حسي بيكي وقدر اللي عملتيه علشانه طب والعمل انا مش قادرة نساه لا هتنسيه بصي انت هتسفري شهر ولا شهرين تعملي ريفرش وترجعي تاني نيرو الثانهوري بتاعت زمان بصت لها نيرا بثقة بعد ما مسحت دموها وقالت عندك حق انا لازم ارجع نيرو بتاعت زمان وفي شركة عز كان عز رايح جايب غضب وقال بقى عائلة زي دي تتحك علينا كلنا وتفهمني انها جاية تشتغل عندي وتطلع بنت من اكبر العائلات معتز كان قاعد وحطت رجل على رجل وقال طب والله بنت جدعة واخسارة فيك كفاية انها عملت المستحيل علشان تثبتلك انها بتحبك حب ايه انت كمان انت هتسمي العبض ده حب وقف معتز وقال بطل غرور بقى فوق من اللي انت فيه البنت دي بتحبك بجد ولو خسرتها انت هتعيش عمرك كله ندمان انها بتحبك من زمان وحاولت تلفت نظرك اكتر من مرة بس هقول ايه اعمى القلبي والبصيرة بقولك ايه ما تخلينيش اقصر دماغك دلوقتي لا وعلى ايه براحتك انا اصلا كنت ماشي بس احب اقولك اني كنت اتمنى لاقي حد يحبني كده ولو لقيت عمري ما هفرت فيه ابدا خلص معتز كلامه وسب عز ومشي عز قاعد مكانه يفكر في كلام معتز هلو سب نيرى فعلا هيخسر وممكن يندم ولا لا وبعد يومين في المطار وقفت نهال تودع نيرى وقالت عاوزكي لما ترجعي تكوني اقوى من الاول انا واسقة انها مجرد ازمة وهتعدي تفتكري انا ممكن اعبل شخص تاني احبه زي محبت عز هتقابلي وهتحبيه اكتر منه كمان اللي مايقدرش حبنا ليه يبقى مايستهلناش عندك حق عموما انا لازم امشي دلوقتي يا دوب باقي ساعة على الطيارة وانتي خلي بالك من نفسك ابتسمت نهال وهي بتودع صاحبتها اللي مشيت وثبتها واختفت وسط الناس وبعد وقت قعدت نيرى في المكان المخصص لها في الطيارة وحتى السماعة في ودنها بتحاول تشغل نفسها لغاية ما توصل وفجأة لقيت حد بيخبط على كتفها التفتت لي واتفجأت لما لقيته عز اللي قال على فكرة انا بحب بقعد جنب الشباك تقدر تشوفي اي كرسي تاني وتعودي فيه نيرى بصت له بغز وقالت له على اساس اننا ركبين اوتوبيس مش طيارة مش كده اتفضل من فضلك شوف مكان تاني الكرسي ده بتاعي عز قاعد جنبها وقال ماشي الكرسي بتاعي او بتاعك مش هتفرق المهم اننا نبقى مع بعض هو انت كمان بالصدفة ورايا ورايا من فضلك شوف مكان تاني قاعد فيه يا اما انا اللي همشي وقفت نيرى وكانت هتمشي بس عز مسك ايديها وقال ولو قلتلك ما تمشيش برضو هتمشي وتسيبيني نيرى كانت تايها وعز قال نيرى انا بحبك صدقيني انا كنت غبي لما سبتك تمشي يومها انا فعلا من الصدمة ما كنتش متخيل ان ده يحصل عز انت بجد ولا انا بحلم ابتسم عز وشاور بعيد وقال لا مش بتحلمي لان ببقي هناك هو وكمان ممتك ووالدتي والمأزون طب والطيارة والسفر دحك عز وقال ده انا كنت هبقى اكبر مغافة لو سبتك تروحي من ايدي هو في حد يلاقي الحب ويسيبه كلهم اتجمعوا ونزلوا من الطيارة ورجعوا البيت وبعد كام يوم تم كتب الكتاب ونيرى اتجوزت بطل احلامها عز وخلفت ولد وبنت وسمتهم لميس ويحيا والحد هنا خلصت قصتنا واتمنى تكون عجبتكم واستنوني في قصص تانية كتير دمتم فامني